مع هم ومعاناة التهجير والنزوح ثم تهم آخر ومعاناة أكبر وأعظم هي فقد الآباء والأبناء دون معرفة مصيرهم في عراق ما بعد الاحتلال حيث تجري فيه عمليات الإخفاء القسري دون حسيب ولا رقيب في ظل الإفلات من المساءلة والعقاب 11 واحد بس من عندنا خذوا ما ندروا وراء خذوهم ولدنا خذوهم لا نعرفهم مصيرهم ميتين طيبين ولا حد داعبين لا محافظ لا غير لا حكومة لحد الآن ما يوجد أي مطالبة معكم من الحكومة مدرهم ميتين طيبين يريدهم يريدهم ميتين يقول لهم ميتين مزيونين يقول مزيونين يريد واحد يجي من أي جهة من الحكومة يجي يقول لنا عليهم قال لي من يصال اليوم سنتين ونصف ما عندنا لوال بيجيها مادي ميت مادي طيب من 2016 حد داعب ما عندنا لوال مفغول ما عرفة ميت مادي طيب أخذهم الشرق نساء فقدن أزواجهن وأبناءهن دون أن يعرفن شيئا عنهم وسط صمت حكومي تجاه تلك العائلات التي تعيش على أمل عودة أولئك المغيبين زوجي وحموايا كلها انفقدت يعني أبرياء كل شماعتهم يعني انفقدة وما ندري بهم ما ينموا يعني نريد الدولة يعني شو شو سوينا شارع على المفغودين صارهم أربع سنين ما ندري بهم ما ينموا هذا زوجي المفغود وحموايا وأخوتي كلها انفقدت ما ندري بهم ما ينموا احنا ولدنا مفغودة اللي ابن عمي واللي زوجي واللي إخواني ثلاثة هم هالثلاثة ظل غير أبويا شايب العوائل لا لها معاش لا لها شيء اللي مريض ما نقدر نوديه حتى على المستوصف وحالتنا مبهدلة وقاعدين جواقواني الله يقبلها لا حكومة لصد علينا لا حادي لصد علينا مبهدلين اليوم أربع سنوات لا معاش ولا مرات بدون عشاء الميليشيات التي اعتقلت وخطفت العراقيين دون خوف ولا وجل برعاية الحكومات المتعاقبة والسياسيين الذين لم يقدموا شيئا لذوي المغيبين بل تركوهم للفقر والمعاناة والألم ولدنا مفودي اليوم صارهم أربع سنين ما دريهم مويتين وذي الحيين لهم دواعش لا عدهم أي شيء لا عدهم شيء شان ما صار بهم ما صار والله لا حلبوسي قدمنا شيء ولا كل شيء خلنا حالتنا استواريد ووس ولدنا ما ريدهم ميتين حيين كربا ماكو مي ماكو شي ماكو إدارة ماكو ما شفنا مسؤول بالدولة وقف وقال هذا ولا شين هي هاي الناس شين هي معاناتها شين هي هاي الناس هاي الارامل شين هاي الاتامة يعني من لحد الان ما دريهم معاناتهم ما ريد هاي الريد بس يثبتوننا مصير أولادنا جريمة الإخفاء القسري مستمرة في العراق رغم مطالبة المنظمات الدولية بضرورة إجراء تحقيق عاجل بتلك الجرائم والانتهاكات وتقديم الجنات إلى العدالة والله يا بجوع أو عطش وضيم وفراق ولدنا راحة وما ندرهم وين ما وق تدري غلاءة الظن إشنو ولا دي مقلب هالدني غيرهم ثلاثة قبل راح لي واحد عمره 17 سنة وثلاثة خذوهم وولد عم الحج خمسة وولد أخو ثلاثة ولو حيد إيه لها الساعة خبر يجينا حيشهاك شذب ماحنا متأكدين على الحقيقة وما هذه العائلات المنكوبة إلا جزءا من آثار عمليات الإخفاء القسرية لتبقى التساؤلات في عيون الآباء والأمهات والأطفال عن مصير ذويهم المجهول